احنا حطينا نقطة وهي يمكن كان دكتور رجل بيقول يا جماعة طيب نحاول انه يسر على الناس فنقصت عليهم الرسوم اللي وضحت واحنا نؤكد عليها هي رسم يدفع مرة واحدة وبس هل هذا الرسم معوق ما؟ والله يشوف انا انا مش شايف ان ده معوق يعني خلين اقول لك حاجة بس اللي اقول هو دعم مسألة الانشطة اللي من النوعية دي سواء كانت بالالف جنيه او الميت الف جنيه احنا بنتكلم على يعني اقتصاد متوسط ما هواش يعني بملايين بالملايين يعني او كده فمسألة التقسيط احنا برضو بنتكلم ان الليحة يعني هيبدأ تطبيقها ده موجود في القانون والله لو الاثر التطبيق الخاص بي اتهاد التشريع احتاج الى اي تعديل ما اعتقدش لا البرلمان ولا الحكومة حيمنعوا ان يبقى في مزيد من التسهيلات لو لقينا ان الاوضاع محتاجة هذه التسهيلات بس انا انا في الحقيقة يعني عايز اقول حاجة بس عشان برصد المشاهد يعني الدولة والمجالس النيابية حدفها المصالح الصالح العام والنهاردة انت كمواطن يعني اما تدفع الالف جنيه مرة واحدة تدفع الرقم مرة واحدة انت خلاص رفعت من على كتفك اعباء او انك شيء الهم حاجة معينة لان التقسيط هتظل دايما فيه تحت قاعدة البند اللي انت بتقسط عليه وانت مش عارف قدام ممكن الاوضاع تبقى عاملة ازاي يحصل اي تغيير يحصل اي تعديل تبقى انت انتهيت ورخصتك معاك وامورك منتهية وامورك القانونية سليمة ووضعك مستقر تشتغل وربنا يرزقك وربنا يكرمك بعيد عن مسألة يعني احنا ممكن نتكلم في مسألة التقسيط لو احنا بنتكلم على مبالغ تفوق القدرة الخاصة بمسألة التقسيط يعني هعدي مثلا حاجة تفضلت وقلت المئة ألف جنيه مكان مميز في حتة مميزة يعني صاحب هذه القدرة على انه ياخد هذا المكان بمئة ألف لما اجا وقل له قصت يعني هتنقسم الى شرائح يعني انا قصت للألف لانه قد يكون بيبدأ يعني نشاط صغير خالص لكن الحديث مثلا عن صاحب المئة ألف او ما الا زلك وبينها انا مش عايز اركز بس في مسألة المئة ألف عشان الناس ما تقولش ايه تعرف طبعا الناس اللي بتتصير يقول لك المئة ألف احنا الحد الأدنى ألف جنيه والحد الأقصى مئة ألف جنيه وبينهما شرائح متعددة حسب المكان المستهدف احنا عندنا نمازج لشباب دخلوا في مشروعات وفتحوا مجالات لكسب الرزق وبيدفعوا مسعداء والأمور ماشية كويس احنا علشان بس الأمور ما تاخدش منها زي الجزئية حديث طويل جدا فيبدأ تصوق على ان الحق ده بيقولوا مئة ألف جنيه ويبدأوا يرعبوا الناس ويقول لك ايه ما تروحش يا جماعة هذا القانون قانون في صالح المواطن في المقام الأول مش الغرض منه ان احنا ان الحكومة او الدولة تجيب منك فلوس بقدر من انك تقنن وضع الوضع ده مفيش دولة في العالم بتتحرك بالشكل العشواء اللي احنا شايفينه تقنين الأوضاع ده ضمانة ضمانة للمواطن ضمانة للعامل ضمانة للدولة اقل شيء اقل شيء واحنا بنتكلم على العمالة غير المنتظمة ان هي بقى لها تأمينات ولها معاشات ولها التزامات على صاحب العامل ده الهدف الرئيسي احنا بس عشان الناس تبقى فهمة برضو يبقى انا النهاردة الشاب اللي بقى شغال ديليفري في محل او شغال واقف بيبيع في محل لالو تأمين ولالو اي شيء يضمن له حقوقه لا ده حيخش في هذا اقتر لانه خلاص انت بتقنن وضع المحل الغير مرخص بترخصه يبقى العامل جوه ده لازم يبقى عامل قانون ده المستهدفات احنا بتحط المستهدفات ما بتحطش في المقام الاول والله احنا هناخد امن المواطن المسألة مش كده في هذا القانون المسألة متعلقة بمسألة ضبط الحال والوضع واحد هيجي يقول ايه ما انا مستقر والدنيا ماشية وانا بكسب ولو حصل لك اي شيء اللي قدر الله في اي وقت من الاوقات ليس لك اي حقوق انت مش مسجل في اي شيء يعني المحل بتاعك ده لقدر الله حصل له اي مشكلة انت بتبقى الحالة مرخص على الاقل بيبقى فيش ترطات سلامة وامانة سلامة وامان يبقى انت تقدر انك انت يبقى عندك تعويض عندك حد يساعدك يعني الامور القانونية تفتح لك مجالات كتير افضل بكتير من مسألة انك تفضل شغال بهذا الشكل الغير قانوني هتخرج انت حاكت قلت حاجة مهمة جدنا في مسألة الورقيات لما احنا قلصنا عشان مسألة الفساد يعني انا قدر اجزم ان النشاط غير القانوني يتكلف على صاحبه مبالغ اكثر من النشاط القانوني بسبب الفساد ليه هيجيله حد من هنا وحد من هنا وخلص امورك وظبط حالك احنا عايزين نقضي على هذه القاعدة صحيح هناخد وقت احنا بنبدأ الخطوات صحيح محتاجة مجهود محتاجة تغيير ثقافة ثقافة مجتمع ووعي مجتمع لكن لازم نبدأ البداية في حد ذاتها مكسب انك انت تقنن هذا الوضع لصالح المواطن في المقام الاول وبعد كده صالح الدولة لانه بطبيعة الحال ما ينفعش نبقى عايشين في دولة اقتصاد موازي اكتر اكبر من الاقتصاد الرسمي اللي موجود فيش دولة في العالم بتتحرك بالشكل ده لا دولة متقدمة ولا دولة من دول العالم التالت ولا اي حد الدول كلها بتمشي في اطار قانوني احنا عشان تركت هذه المسائل يعني خلال نبقى واضحين يعني تركت لسنين طويلة جدا فاصبحت القاعدة الشازة هي العامة لا احنا محتاجين نعيد ضبط هذه القاعدة القاعدة التي يجب ان تسود هي قاعدة القانون وان احنا تبقى امورنا كلها في اطار قانوني صاحب العمل او المشروع او المواطن الا امور اسوأ بكتير زي ما نتكلم في التصالح هي التصالح احنا بنقن نوضع اللي مش عايز التصالح يتحمل بعد ذلك تبعيات القارات اللي اتخدها الدولة ما يجيش يقول بعدين يا ريتني كنت ايه من ادتلك الفرصة نفس الفكرة انت النهاردة واخد فرصة الفرصة دي انا بقولنا فرصة لان فيها تسهيلات وتيسيرات كبيرة ما جدنا ترسى القانون في بدايته لا تعلم قطعتي التشريعات بعد كده اكثر حدة واكثر ايه ضبطا للامور لما الامور بتستقر خلاص بقعد ضميت اكبر قدر ممكن من الاقتصاد الغير موازر الاقتصاد الرسمي نبدأ بقى نشوف الايه الناس اللي هي مش مستوعبة فلسفة ان انت تشتغل بشكل خلاص اشتغل بشكل خلاص